وجه محافظ البحر الأحمر عمر حنفي مسئولي شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسرعة رفع تراكمات مياه الصرف الصحي من منطقة سنتر الليبي بالغردقة وقد جاء ذلك خلال جولة ميدانية أجرها محافظ البحر الأحمر بشوارع الغردقة تفقد خلالها عددا من المناطق أبرزها منطقة خلف السنتر الليبي استجابة للمواطنين بعد تعدد الشكاوى من أهل المنطقة حرص المحافظ أيضا على الاستماع إلى مطالب المواطنين واستجابة لها مشددا على سرعة استكمال أعمال التطوير بمختلف مناطق المدينة